واحد من اشهر البراوزرات الموجودة واللي تقريبا يعني يمكن نص العالم بيستخدم براوزر ده او نص العالم دايما كده منقسم الى جوجل كروم وفاير فوكس ودوما بصراحة اشهر واقوى براوزرين موجودين والناس كلها بتستخدمهم بس دايما مشكلة البراوزرات ديت ان هي بتاخد كتير جدا من البلسور او المعالج بتاعك وبالتالي برضو بتاخد اكتر من الرماد ويعني جوجل كروم حدس ولا حرج يعني ده اكتر براوزر ممكن بيأكل وبيشرب كمان من الرماد عشان كده النهاردة طالع اشرح معاكم براوزر هو جميل جدا يمكن مش مشهور قوي في مصر على الاقل هو مشهور برا يعني في اوروبا يعني وكده البراوزر ده جميل جدا هو معمول كده للجيمرز بس طبعا هو شغال عادي برضوك لاي حد عادي يعني مش بس بس البراوزر ده بصراحة بيقدم لك اوبشناك كتيرة جدا وقوية جدا مش موجودة للأسف في ولا جوة هو طبعا براوزر براوزر ده بصراحة انا جربته وبستخدمه وجميل جدا هنشوف مع بعض ان شاء الله ازاي ان ينزل البراوزر ده ونحمله ونسبته والخصائص او المميزات الزيادة اللي بيقدمها لي او مش موجودة في فارفوكس جوجا كوروم كل ده يبقى في موضوع الحالة ان شاء الله بس انت اكيد لو مهتم انت بخلش علي بلايك كومنت جميل ازاي كده اشترك في القناة انت مش مشترك فعزر الجرس ويلا بينا عشان حيش امين اه طبعا جماعة انا كانت ربعد الانترو كالعادة نخش عطل في موضوع الحالة طيب مبدأين بس يا شابش كما فهمين كده برنامج اوبرا جي اكس ده معمله حظر في مصر يعني انا الاسباب ما عرفش ايه بصراحة وبينوك مش مهتم بس حتى يعني شندي جي تحمل البرنامج اصلا هتفتح اي براوزر عندك وتفتح جوجل مسلا بتكتف في السرش هنا كده اوبرا جي اكس هاجي لك طبعا نتيجة البحس دي هتخش لو ما تجي تبحث لو دخلت عليها حتى لو يعني هو ممكن ما يدخلكش على الموقع هنا اصلا بس حتى فرضا لو دخلك معاك زي ما انا دخل معايا هنا كده وجيت هنا تقول له ده اوبرا جي اكس بصوا يا جماعة هيفضل واقف على هنا كده ومش هيحمل معايا البرنامج ولا حاجة خالص تمام مهما تنطط بقى حتى تعمل او اي حاجة مش هيحمل معاك اه الصباح ممكن ما تحملش اتاني اصلا وحتى لو حميت ابنك مش مش هتحمل معاك ده ليه ده لان انت قاعد في مصر معايا الكلام ده مجامعة للناس الموجودة في مصر ده لان انت قاعد في مصر فانت مش رحب تحمله طيب الحل حاجة من اتنين الحل ان انا هسيب لك البرنامج مرفوع جاهز في صندوق الوصف لينك ممكن خارجي خالص ممكن تنزله او لو انت عايز تنزل البرنامج زي ما نزلته كده يعني وانت في مصر فانت ممكن تفتح اي عندك انا مسلا عندي برنامج اللي هو ده ده اللي انا باستخده معهم اللي هو او 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 دوت امتن هسيب لك لينك تحميل البرنامج ده برضو او الحلقة اللي بتشرح البرنامج ده في صندوق الوصف او في الاقصال هالي دي خش ازاي لو انت عايز صعب برنامج بي بي ان ده بيشتغل ازاي يعني او تنزله منيه او الكلام ده كله ائمنه يعني او اي برنامج بي ان عندك انت شغال به اشتغل به انا مسلا برنامج ده بشتغل به فانا هفعله هشغاله هنا كده. فقال لي كده خلاص متصل. فهقول له هنا كده تاني. او هناخد بنا. هلاقي البرنامج بدأ يتحمل معي او يصدر معي. انا طبعا اصلا من الزورة بشكل مسبك ومسحة بتده ميجا بايت وشوية. فانا من الزورة بالهين اهود. فانا يا جماعة برضو كنت تفاهمين تاني. البرنامج ده هسيبه لكم كلينك خارجي في صندوق الوصف. لو حد عايز يحمله من غير بقى برامج في بي ان ولا حاجة وراح دماغه ينزلوه على طول. او لو انت عايز تحمله عن طريق البرازرزة نفسه هنا وفي بي ان وكده. هسيب لكم البرنامج في بي ان انا استخدمته حالا ده. هسيب لكم في الحلقة بتاعت الشرط حيبطاني في صندوق الوصف. طيب بعد ما هتنزل البرنامج ده تعمل ايه? هتستطبه عادي خلاص ده بالكليك عليه. وهتقول له هنا كده اكسبت اند انستول. اقول له انا كده اكسب. هو هيبدأ يعمل ده للبرنامج. فانا يعني هسرع الجزء ده وارجع لكم. طيب هنجري بتاعي البرنامج بقى كده ونشوف شكله. بص يا جماعي بتاعته اصلا عاملت زي. تحس ان انت يعني خمسة ايسا يعني. طيب بي الصفحة الراسية بتاعته يعني الصفحة دي هيجيب لك هنا بقى الصفحة دي المهمة دي اللي هي بص معي هنا كده في الخطوات اللي بتاعت يعني فيه تسع خطوات هناك هتعاش في كل خطوة خطوة بتاعمل ايه؟ دي مهمة ركزوا فيها. طب هنقول له هنا كده هايجينا هتعمل في الاول هيقول لك اختار زي ما انت عايزه فانت ممكن تختار مسلا اللون اللي هو الاحمر ده. او مسلا اللون ده كده او اللون ده. او فيه مسلا سيمات كتيرة هات. فانا اخليه مسلا بالدفولت بتاعه اللي هو الاحمر ده. فيه طبعا هنا برضو كالبير بوك متغير فيها فانا هاسبها زي ما هي. طيب. هكي اقول له هنا كونتونيو. هنا بيقول لك ايه الحاجات اللي انت عايز تضفها يعني عندك عشان ما لهورها لكو بعد كده يعني. بس تشوفين انت اقتر حاجات بستخدمها ايه? من الحاجات اللي هي بتاعت اللي هي الا الله مسالي بتاعت السوشيال ميديا وكده. هلأ انا اقول له هنا كده اعلم على دية. دي عشان نخلي اللون بتاعتها بس يعني زي بعضه يعني. وهقول له مسلا انا هختار سي مسلا والواتساب والتليجرام. مسلا يعني. اك اقول له هنا كده كونتونيو. طيب بيقول لك انت عايز تستورد المعلومات بتاعتك من انهي براوزر اللي انت مسلا وشغلت بالجوجة كوروم او فارفوكس. وكنتم دخل لك مسلا بقى حسابات ليكوا وبصوردات وابلات وكده. فبدأ ما ديجي الدخل هنا مقالوك دي التاني. فبيقول لك مسلا مقالكم استرود المعلومات دي كلها. من ايه? فانا مسلا بستخدم على طول الوغة المزر لفارفوكس. فهقول له مسلا فارفوكس. وقول له هنا كده قال لي خلاص اوه بالاخدر اللي هو يعني اه استورد الحاجات دي بنجاح. هقول له بقى هنا كونتونيو. في عندك هنا برضو في اللي هو اد بلوكر او اللي هو منع اعلانات. فانت هنه يعلم عليه كده وقول له تمام. وهتقول له هنا مسلا كده يعلم على ده. تمام كده. ماشي. بعد كده هتقول له هنا كده كونتونيو. بيقول لك ايه? هنا بيقول لك لو انت عايز تعمل يعني لو علمنا عليه هنا كده. دي كلها موسيقات انت موكم وانت طول ما انت فتح البراوزر الموسيقى دي تبقى شغالة. تمام? عافش هتبقى تطلع لكم كده في آآ يعني في الشرحة ولأ. بس عامات الموسيقى دي انت موكم باكات وقفها من هنا. لو انت مش عايزها. يعني بصوا الظهار على الشمال ده. ده بيشغل الموسيقى او يوقفها. فانا مسلا هوقف الموسيقى عشان بس وكده. اموكم او الطفاحة المعتومة. بقى قوله هنا كده كونتونيو. هنا طبعا بيقول لك لو انت او ما تستخدمه كده فانت عليك زي هدية موكم هيديك شهر من نوع ديسكورد حساب نيترو على ديسكورد مجانا وكده يعني. فهتقول له ماشي سانكس ايول بس وكده. قوله هنا بيقول لك لو انت عايز تاخد الهدية ديات اللي هي شهر مجانة على نيترو. بتاع ديسكورد وكده او لا افرنش. انا متن مش عايزة وكده. طيب دي كده الواجهة بتاعت البرنامج. ايه بقى يا جماعة المميز في البرنامج ده? غير طبعا الشكل الروعة والتوحف انت شايفينه ده والشكل اللي في الجنب ده كده وماتريكس بقى والجو ده كله. بصوا يا شباب. طبعا البرنامج ده مفيد جدا جدا للناس كمان الاجهزة ضعيفة. ليه? بصوا. لو ضغطنا هنا كده. هنا هنا طبعا لو فيه برامج مسلا ولا حاجة الظهر يعني بغدا من الخلفية وشغالة في الخلفية او كده. انتم موكم تقفلها من هنا. طيب معينا من دية هنا برضو بديها برها لكم. هنا دي انت لو اكتفتها كده. هنا باب بيقول لك لو انا بس بتفاقع الفيديوات فور كي او حاجة فتخلي الصرعة بتاعتي من خمسة وعشرين لمتين. هنا مسلا من عشرة لتمانين. هنا من سبعة لستة وخمسين. هجد فيكم تختارها او لو جودة برضو مش ده اللي يشغلني في البرنامج هنا يعني. احلى حاجتين بقى بصراحة يا جماعة اللي هو الرام آآ ليمتر و سي بيو ليمتر. ده معناه ايه بمنطول بساطة? بصوا كده. انا لو اكتفتها هنا كده. هنا ستة وعشرين ده. ليه ستة وعشرين عندنا وعندك انت غير ما هيبقى راكم مختلفة. ستة وعشرين ده بيعبر عدد الرمات اللي عندي. انا الرمات اللي عندي ستة وعشرين. طب انت طبعا لو مش عارف الرمات اللي عندك قد ايه? هتجي هنا كده وهتجي هنا في البرفورمانس. انا مسلا هو الرمات الممري عندي اهو اللي هو خمسة وعشرين وتسعة من عشرة اللي هي ستة وعشرين يعني انت اشوف انت عندك رماتك قد ايه? فانا عندي رماتي زي ما قلنا اللي هي ستة وعشرين. الميزة بقى هنا ان انا ممكن اقول له لا والله انا عايزك لما اكون شغال عايزك انت كبراوزر لما اكون شغال ما تاخدش مسلا سي من الرماد بتاعتي غير آآ يعني جيجا واحدة من الرماد. او مسلا آآ جيجا خمسة وسبعين. او مش عارف انت مخبأ لك تلاتة جيجا اربعة جيجا ايا كان. انت مخبأ. فانت موكم تحدد بقى وتقول له والله ما تسحبش يعني مسلا حاجة زي جوها كروم يعني بيشفط الرماد كلها. لا هنا بقى انت ميديك التحكم ان انت موكم تسمح له بعديد الرماد بس المتاح اللي هو يسحبه من الرماد بتاعتك الكلية او العديد الكل يعني. فانا بالنسبة لي مسلا هسيبه كله ده بالنسبة لانا. انت لو كانت انجازك ضعيفة آآ لأ خليه ياخد رامات قليلة. طيب البرسول برضوك نفس الوضع. لو جينا كده هنا في البرسوسر مسلا آآ نفس الوضع. هنا برضوك البلسوسر مية في المية مسلا فانا اقول له لو والله استخدم مسلا من البرسوسر ستة في المية او مش عارف آآ آآ كده كان خمسة وعشرين في المية يعني انا موكم هحدد له النسبة اللي يستخدمها. فانا برضوك هقول له مية في المية بس ده عشان انا عندي انجاز عندي عالية. انزا مرتك انت لو عندك ايه يعني انجاز ضعيفة شوية او متوسطة ممكن تتحكم في الموضوع ده من هنا. طيب الحاجة التانية حاجة تانية لو جينا مسلا هنا على الشكل اللي هو بتاع المقاشة ده وضغطت هنا كده انت ممكن بقى تعلم على والكلام ده كله وتقول له هنا ايه اللي هو ده طبعا بيساعدك انه هو ما يبقاش في ملفات كاشات عندك على الكمبيوتر فبيخفف اكتر من سرعة في اللي بيكون مسلا بتعمل تصفها الحاجة او كده. طيب الحاجة التالتة هنا طبعا ده لو انت بقى ايه عندك والحاجات دي وكده انا مش عندي بصراحة يعني هنا بقى في الموض دي هنا انت ممكن تنزل سيمات مختلفة كمان للبراوزر ذات نفسه. انت عندك هنا مسلا اللي هو وفيه اللي هو كوزي ده. في دي حاجات كلها انت ممكن بتعملها نصول وتسبت عندك وتنزل وشكلها حلوة على فكرة نجراتون شكلهم جميل بصراحة. طيب هنا مثلا في اه دي بصراحة انا ما عرفش طبعا ايه هيرة دي او اريا دي بصراحة يعني ما كدب خيبة يعني انا ما عرفش دي بتاعت ايه. بس المهم ما علينا منها يعني. طيب نيجي هنا بقى هنا بصوا اللي هو خبنا دي الحاجات يا جماعة اللي انا كدفتها في الاول وقالت لكم هاعرفكم عليها. ده مثلا اللي هو هنا المسنجر. هنا بقى وانت متفاني يعني وانت فتح البراوزر ممكن تتكلم في المسنجر عطول ومن تغير بقى ما تفتح بديك بساشر حاجة يعني من غير ما تفتح بديك بساشر تاني او تحتاج للموبايل او الكلام ده كله. لا انت عندك المسنجر رأي معلم اتعامل عليه عادي. حط ما الحساب بتاعك هنا والبصورد وهيفتح لك المسنجر بتاعك على الفيسبوك. هنا برضوك الواتساب نفس الوضع. هيجيب لك هنا اللي هو الووضع. وهتعمله اسكان بالتلفون بتاعك او او تجيه طلوقتي. وتخش على الحساب يعني. طيب هتجي مسلا هنا على النفص الوضع. هجيب لك هو التالي جيرام كوب كوب بتحسين放ه وهتعمله برجو كوب تخشات الحساب بتاعك. طيب هنا برضوك لو دغطت على الشكل ده هنا كده هنا ممكن يجيب لك هو مسلا ايه? الحاجات الخدمات المنصات اللي فيها اغاني وكده. هنا مسلا لو رضعت هجيب لك حالا الفيسبوك عامة انت ممكن تحت حسابك من او ممكن تعمل الحاجة معنا وتسمحها من هنا مباشرة. وهو فيه اخصارات جميلة جدا. طبعا الحاجات دي انت موكم تزودها منها تاني ازاي? لو ضغطنا اعتادها تحت خالص زمت اللي هو اكتوب بار سيت اوب ديت. وخدنا بالنا فين فين هنا هيت. لو ضغطنا شو مور. موكم بقى تزود مسا التكتوك او تزود اللي هو اكس او تويتر سابقا يعني انستجرام الدسكورد موكم زود الحاجات دي كلها. انت موكم تزودها مفيش في مشكلة عادي خالص. فبصراحة جماعة البراوزر ده يعني جميل جيبتي كل حاجة وممتاز مليان مميزات ده غير طبعا شكله الجميل. وبس يا شباب ده كان موضوع حاجة النهاردة يعني لو استفدت مني حاجة وتلعت بأي معلومة مفيدة ما تفخش علينا تدعمني عن طريق اللايك كومنت جميل ازاي كده اشتراك في القناة لو انت مشترك وفعل زر الجرس وبس كده يا شباب سلام.